موسيقى مانا نحكي عن الموضوع بيتعلق بجنوب لبنان وكيفية حماية لبنان على ضوء الحرب الجارية في غزة بالحقيقة لبنان بسنة الالفان وستة صدر القرار الف وسبعمية وواحد واليوم هالقرار هيدا يلي يفترض أن ينكفئ كل الكوى المسلحة غير الشرعية أن تنكفئ فوق خط الليطاني وأن يمتد الجيش اللبناني على جنوب خط الليطاني للخط الأزرق ولكن هالقرار هيدا لم ينفذ في حينه ولكن بهالمرحلة هيدا نحن صرنا بحاجة ماسة لتطبيق الأرار 1701 باعتبار أنه هيدا هالقرار هو حامي للبنان من أي اعتداء إسرائيلي عليه ومصلحة لبنان أن لا يمتد أن لا تمتد حرب غزة إلى لبنان والوسيلة الوحيدة اللي بيقيد اللبنانيين اليوم هو هذا القرار ولتطبيق هذا القرار من المفترض أن حزب الله يقبل بأنه ينفذ بنود الأرار وأن ينكفئ إلى شمال خط الليطاني وأن يرخص للجيش اللبناني بأن يمتد وبأن ينتشر جنوب الخط الليطاني للخط الأزرق وهيدي اليوم المجتمع الدولي كمان بيشتغل ضمن هذا الاتجاه على أنه لتحييد لبنان تفضلوا طبقوا القرار 1701 والدولة اللبنانية كمان من المفترض أنه هي تضغط باتجاه حزب الله لحمله على تطبيق هذا القرار وهو هذا الوسيلة الوحيدة اليوم المتاحة للبنان لفصل لبنان عن الصراع القائم بين إسرائيل وحماس وحرب غزة والمحور الممانع بالمنطقة